على الرغم من فرض وزارة الخزانة الأمريكية والبنك المركزي العراقي عدة ضوابط على الحوالات النقدية التي تنفذها المصارف العراقية إلا أن عمليات تهريب الدولار من العراق إلى خارجه تقف خلفها عصابات جريمة منظمة كما وصفها المستشار المالي لرئيس الوزراء وفي حيلة جديدة لتجاوز الرقابة الحكومية تتبع عصابات التهريب طريقة تعبئة المهرب عشرات البطاقات الاعتمانية المصرفية بمبالغ كبيرة من الدنار العراقي وتحويلها إلى دولار بالسعر الرسمي في الخارج حيث تمكنت جهات المتنفذة بحسب مصادر عدة من سحب أموال متفاوتة من عملة الدولار في بعض دول الجوار هيئة المنافذ الحدودية كشفت عن ضبط أكثر من 2400 بطاقة ضمت مبالغ مالية كبيرة معدة للتهريب خارج البلاد إذ تصدر مطار بغداد أكثر المنافذ التي ضبط فيها مهرب بطاقات مصرفية حيث تم ضبط 1200 بطاقة تحتوي على مبالغ تصل قيمتها إلى أكثر من 5 ملايين دولار فيما يتم التهريب عبر منافذ أخرى وهي مطار النجف والبصرة فضلا عن المنافذ البرية ومنها منفذ القائم الحدودي مع سوريا باحثون اقتصاديون أكدوا أن جهات المتنفذة تعرف كيف تحافظ على نفوذها وقوتها المالية من خلال التهريب وبالتالي فإن نجاح أي وسيلة للحد من تهريب العملة سيكون أمرا صعبا للغاية كما يقولون وتحدد التعليمات الحكومية استحواذ المواطن على مبلغ 2000 دولار بحد أقصى عند سفره إلى خارج البلاد في محاولة للحد من تهريب العملة الأمريكية للدول المجاورة وخاصة سوريا وإيران لكن الجهات المتنفذة تتبع ألف طريقة لاستمرار محاولات تدمير العملة في البلاد